محمد شريف ليه ما نضمش للمعسكر بإيه وإيه حكاية تريزيجية مع الكابتن حسان حسان؟ طيب يعني محمد شريف وتريزيجية يمكن الموضوع متشابه شوية مع الكابتن حسان ومعاهم حمدي فاتحي الكابتن حسان شايف أن التلاتة دول من المحترفين تحديدا أكتر الناس التزاما وحرصا على التواجد والمبادرة المبادرة على التواجد دايما بيتواصلوا دايما هم اللي بيبادروا الكلام ده كله وصل تريزيجية بمجرد ما خلص آخر ماتش ليه مع فرقته وصل مصر ساب شنطته في البيت دخل على المعسكر على طول ما خدش ولا يوم راحة تريزيجية الكابتن حسان بالنسبة لتريزيجية بالمعنى الحرفي كده بيقول فيه شعر في تريزيجية ومدى التزامه وحماسه مع المنتخب محمد شريف إيه اللي حصل محمد شريف وحمدي فتحي كمان نفس القصة في الاتزام لكن محمد شريف خلص مباراته مع الفريق في الدوري السعودي يوم لتنين ما لقاش تذكر طيران بسبب ازدحام الموسم دلوقتي طبعا ما بين السعودية ومصر وموسم الحج وكده فهيوصل ان شاء الله بإذن الله الساعات القادمة يعني المفروض هيصل وينضم بكرا ان شاء الله مباشرة لمعسكر منتخب مصر وده طبعا بالاتفاق مع الجهاز الفني علشان كده محمد شريف ما نضمش مبارح زي ما كان متفق عليه يعني ده فيما يخص محمد شريف وتريزيجية محمد صلاحين لما امتى؟ محمد صلاح فين دلوقتي الناس كلها بتسألوا محمد صلاح فين؟ محمد صلاح موجود في العالمين في مصر؟ موجود في مصر في العالمين كنا دايما بيشوف طبعا يعني المصيف بتاعه برا وبنقول امتى محمد صلاح يكون موجود في مصر فهو موجود حاليا في العالمين مع اسرته بيقضي يومين كده راحة وهو بلغ يعني اللاعبين المقربين في المنتخب منه ان هو ينضم ان شاء الله للمنتخب يومي للسبت اللي هو واحد يونيو وده معروف الى حد ما بنزل الى حد النهاردة لسه الناس بتشاكك تقولك ان محمد صلاح ممكن ما يجيش المعسكر لا لا محمد صلاح خلاص بنسبة ان شاء الله 100% موجود في معسكر منتخب مصر من يوم السبت وعلى فكرة ده قبل الاجندة الدولية بيومين اه يعني انا هو كمان جاي قبل الاجندة الدولية عشان الناس بتقولك برضو هو مش عايز يجي المعسكر ليه لا موجود قبل الاجندة الدولية بيومين الاجندة الدولية يوم 3 ومحمد صلاح بقى موجود من يوم واحد اعتقد دي خطوة جيدة جدا مش عايزين نقول ان في مشكلة لا خلاص مفيش مشكلة محمد صلاح هتبقى يتواصل حسن مبينو بين كابتن حسام وبلوم قبل المعسكر ولا هتبقى اول لقاء لا هتبقى اول ان شاء الله مواجهة او مش مواجهة يعني اول لقاء بينهم هيكون في اليوم السبت اتوقع ان هي هتكون لقطات جيدة جدا هتخرج لنا من معسكر منتخب مصر في اول لقاء بين كابتن حسام والكابتن محمد صلاح الاتنين بالنسبة لي انا على المستوى الشخصي قيمة كبيرة جدا بنتكلم على محمد صلاح هو افضل مسيرة للاعب مصري في تاريخ مصر حتى الان حسام حسن اسطورة من الاساطير العظيمة للكرة المصرية فاول لقاء ان شاء الله يكون لقاء مميز زي ما احنا نتوقعه وهتخرج بالتأكيد صور وفيديوهات من اللقاء ده محمد صلاح وجوده مهم جدا في كل الاحوال لكن هنضم ان شاء الله يوم السبت هو حاليا زي ما قلنا مع اسرته في العالمين بيقضي اوقات هادئة جدا في العالمين